هذا وأعلن مجلس المفوضيين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نجاح تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات وقال رئيس المجلس عمر أحمد في مؤتمر صحفي أن العدو الفرز الإلكتروني جرى بعد أغلاق مراكز الاقتراع موضحا أن نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41% نجحت المفوضية بأداء المهمة الوطنية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية وإجرائها في أجواء آمنة وبشفافية وحيادية ووفقا للمعايير الدولية وبموجب إجراءات المفوضية أغلقت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء وجرى العدو الفرز الإلكتروني وأصدرت الأجهزة الانتخابية تقارير النتائج والبيانات الانتخابية بحضور أكلاء الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين وتم إرسال النتائج ألكترونيا إلى شعبة إدارة وتبويب النتائج في المكتب الوطني وتم بعدها إجراء العدو الفرز اليدوي في محطات الاقتراع وقد بلغت نسبة المشاركة الكلية في الانتخابات للتصويت العام والخاص 41% ترجمة نانسي قنقر